السياسيين الموجودين في العراق ما مؤدبين هو بكيفك بكيف أبوك تجيب اسم عمر وتترضى عنه وتلعب بالدين بكيفك لعبته بالدولة لعبته بالسياسة لعبته بالأموال لعبته بالثروات لعبته بالأكل اللي ماكو بس لا تلعبون في ديننا الدين لا حرمات أهل البيت عليهم والسلام هذا شيء ممنوع هذا استخفاف بحرمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم شهادته تقول هذا الكلام لا تقول لهذا للألفة أنا حريص على الألفة وجمع الكلمة جمع الكلمة لا يكون بإثارة المواضيع النزاعية والخلافية فيما بين الأمة موضوع عمر شخصية عمر موضوع فيه نزاع فيه خلاف بين الأمة فإذا كنت حكيما نفرض أنك كنت سياسيا حاذقا حكيما يفترض أن لا تتطرق إلى أي موضوع خلافي البتة هكذا تحفظ كرامتك ولعل الله عز وجل يوفقك حينئذ على الأقل لما يراك الله عز وجل تحترم أوليائه صلوات الله عليه أما وهكذا الله رح يكسر ظهرك مثل ما كسر ظهور اللي قبلك فلا تقول لهذه للألفة هذا عذر ما نقبله منك ثم أنت شخصيا مستعد لأن تقوم بمثل هذه الفعلة في موارد أخرى جمعا للكلمة وتحقيقا للألفة يعني أسألكم بالله أما تزال هناك شريحة ولعلها شريحة واسعة من شعب العراق مع الأسف لا تزال تمجد بصدام وتحبه زين خارج العراق شلون في الأردن وفي بلاد العرب أصلا أصلا حتى قبل فترة وجيزة قرأت أنا في البي بي سي تقرير عن صدام أنهم قاموا بإحصاءات واستطلاعات فوجدوا أنه لا تزال شعبية صدام فيما يسمونه العالم العربي شعبية طاغية يحبوه 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 ومن المؤكد أنه لو ظهر رئيس وزراء عراق وقال خلص احنا نطوي صفحة الماضي وتحقيقا للسلم الأهلي والألفة من الآن نعلن أنه خلص رحم الله صدام حسين نعتبره أحد رموز العراق له ما له وعليه ما عليه راح نعيد نصب تمثال إلىه تمام وسنخلده في التاريخ ونخلي صورة على الطوابع موشكل حتى يتحقق السلم الأهلي والألفة من المؤكد لو قام رجل هكذا وبادر بمثل هذه المبادرة لو وجدت أنه هناك عشائر وجهاء وشخصيات كبيرة راح يتصالحون مع هذا النظام وتجتمع الكلمة موشكل يسويها السوداني ما يسويها يسويها أي واحد من هؤلاء لقطاء الأحزاب شذاذ الأحزاب هؤلاء يسوون ما يسوون ليش ما يسوون يقول لا أنا أحترم محمد باقر الصدر صدام قتل محمد باقر الصدر شلون أنا يمكن ألوث لساني يوم من الأيام بأن أترضى عنه أو أترحم عليه ولو كان بداعي تحقيق الألفة والمصالحة الوطنية ما سويها مبادئي يلعن شكلك على محمد باقر الصدر عندك مبادئ على الزهراء بنت رسول الله ما عندك مبادئ مبادئ هي هذه مبادئكم لما أعدم صدام إذا ولد دعوة كانوا حوله نادوا باسمي من يعيش محمد باقر الصدر شي يعيشوا ولان أمر مجيفة تحت التراب يعيش محمد باقر الصدر كان يقولون أثناء إعدامه شوفوا إذن عنده شنو ثأر مع صدام ثأر أنه أنا أجيب اسم محمد باقر الصدر هنا في هذا الموقف فإذن أنت خصامك مع محمد باقر مع صدام لأنه قتل سيدك هذا صحيح وقتل من قتل من أهل العراق فتراها كبيرة استحيل توافق على أنه يوم من الأيام تترحم عن هذه الشخصية الضاغية تحقيقا للألفة فإذن صار محمد باقر الصدر عندك أعظم منزلة من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وإعلان محمد باقر الصدر تجريم صدام اعتباره طاغية صار أعظم في التقييم عندك من إعلان أمير المؤمنين عليه السلام الذي اتفق عليه الخاص والعام أنه أعلن أن عمر بن الخطاب ظالم فاجر بالسند الصحيح حتى عند العدو عند المخالفين من هنا تعرف أن هؤلاء عبادوا أحزاب عبادوا شخصيات عبادوا قيادات لا أن لهم دينا حقا وإلا أين الدين بالله عليكم تخيلوا لو أنه هذا نفس السوداني أو غير السوداني في تأبينية لمحمد باقر الصدر يجيبون اسم صدام ويترحمون عليه ماذا يحصل حينئذ تضج الدنيا يعتبرون ذلك منتهى الاستخفاف والاستفزاز والإهانة أنه أنت لما تأتي بالترحم على الشخصية التي قتلت محمد باقر الصدر فأنت حينئذ تكون مستخفا بحرمته طيب هذا الفعل فعله البارحة ولكن الفرق أنها حرمة أمير المؤمنين عليه السلام أنه في ليلة شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه قام وماذا فعل ترضى عن قاتل زوجته صلوات الله عليه عن الذي أعلن أمير المؤمنين عليه السلام إعلانا شهيرا أنه ظالم فاجر حاجب الضلالة وقال أنا عندي مخاصمة مع هذا وصاحبه يوم القيامة والله لا يقضي أن لي الله عليهما